نروح بقى لمنتخبنا اللي بيواصل استعداداته لمباراة السودان اللي طبعا كلنا يعني بنتمنى ان هي تنتهي بفوز عريض وبأداء مرضي يرجع لنا مرة تانية الثقة اللي كلنا اتهزت عندنا بشكل كبير جدا طوال الفترة الماضية الحمد لله كمان ظهرت سلبية مسحة جميع اللاعبين بنتمنى يعني ان شاء الله يكونوا كلهم بكرة في افضل حالتهم البدنية والفنية احنا ناس مش قليلين حضرات الفرعنة من اصحاب الارقام القياسية عالميا